تتصدر محاولات الإطاحة بالنائب عن الجبهة والعربية للتغيير في الكنيسة عفر كسيف سلم النقاش العربي المتعلق بمجريات جلسات الكنيسة إذ أن هذه المحاولات تحظى بدعم غالبية أعضاء الكنيسة عن الأحزاب الإسرائيلية ما يظهر مدى سلبية الصورة العامة هذه محاولة للقضاء على أدوات العمل البرلمانية ما هي أدوات العمل البرلمانية؟ هي أن تقول موقفك في النهاية لن تبقى هناك أدوات الحكم التي تدعيها إسرائيل كأدوات ديمقراطية هناك محاولة لإخراس كل صوت يعارض الحرب لإخراس كل صوت يطالب بوقف إطلاق النار وأنا أعتقد أن هذه هي المؤشر الحقيقي على الإنهيار الأخلاقي والإنهيار الديمقراطي والإنهيار المنطق في دولة احتلال تحاول أن تحل كل القضايا بالقوة وإن لم تتم فبمزيد من القوة المخاوف العربية لا تنحصر في شخص وقضية عفر كسيف إنما لما يمكن أن تمثله هذه الحالة من بداية لمزيد من التضييقات والخطوات التي قد تدعو لشطب أحزاب عربية أو أعضاء آخرين يعني التخوف بمحله فعلا قانون الإطاحة بعضاء الكنيسة سن وعدل بـ 2016 وفي حينه قدمنا التماس للمحكمة العلية ضد دستورية هذا القانون المحكمة بتعليلاتها قالت أنه سيكون صعوبة بالإطاحة لأنه المطلب هنا تسعين أضوى كنيسة لازم يكونوا وفي هناك ظروف خاصة لازم أنه تثبت ضده وبالتالي في صعوبة إحنا كلنا بهذا الموضوع أنه في حالات طوارئ كثيرة هاي الصعوبة تتحول إلى سيولي لما بيكون حالة طوارئ دائما كل عضاء الكنيسة بيكون ضد عضاء الكنيسة العرب ضد الأقلية وهذا الإشي اللي شفناه في ملف كسيف هنا عملية الكنيسة تدع حالها في مأزق لأنه حتى المحكمة العل الدولية قالت على دولة إسرائيل أن تحاكم كل من يحرد بالأجل الإبادة الجمعية هنا عمليا الكنيسة ستطيح بمن يحرد ضد المحردين أو من ينبه ضد المحردين يجمع الكثيرون على أن المرحلة المقبلة ستختلف تماما عما سبق في تطرفها وهذا يمتد بطبيعة الحال إلى التمثيل العربي في الكنيسة والعمل البرلماني الذي باتت أدواته معرضة بشكل أكبر لضيق الأفق